نظمت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الحماية المجتمعية احتفالية لأسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل المفرج عنهم لتوزيع هدايا ومساعدة لهم يتذلك تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق منظومة السياسة العقابية الحديثة منظومة السياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية لا تقتصر على إصلاح وتأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لسرعة دمجهم في المجتمع بل تمتد إلى تقديم الدعم والمساندة للمفرج عنهم وكذا أسر النزلاء حتى تمكنوا من مواصلة حياتهم بعيدا عن مسلك الجريمة الدعم المقدم لهم يتسم بالاستمرارية وهو ما بدى واضحا هنا بمركز الإصلاح والتأهيل ترى حيث نظمت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الحماية المجتمعية احتفالية لتوزيع مساعدات عينية وغذائية على أسر النزلاء والمفرج عنهم مؤثرين معنا في حاجة وإحنا بنشكر أكساد عفتاح السيسي وبنشكر كل اللي بيساهم معنا في أي حاجة يعني وبيساعدنا أن احنا نبدأ كحياة كوية وحياة كريمة بسكناش في أي عيد حضرتك وأي منازبة والمدارس برضو حضرتك يعني وقتنين بينا وأولادنا وبناخد كل اللي احنا عايزين بنشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على معاونته بينا وبنشكر وزارة الداخلية وقد أشهد المفرج عنهم وأسر النزلاء بهذا الدعم وتلك المساندة المقدمة لهم على مدار العام والتي تؤكد مدى ما تليه وزارة الداخلية من أهمية كبيرة نحو دعمهم وتخيف الأعباء عنهم حتى تمكنوا من الاندماج السريع في المجتمع وبما يؤكد على الالتزام بالمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان أصل الحكاية فكرة أنت فيها وهيبتد المشوى كل حفلة بتتصلوا بينا يدونا كل حاجة لكارياتين كل شهر دي دايما الداخلية بتتصل بينا وكتابين لي دلوقتي بتجاهز قالوا هنسلمهولك برضو ومش ناسينا في حاجة وفروا لي فرش بيتي بالكامل وأنا بشكرهم جدا وجميع الضباط بيقابلونا باخترام توزيع تلك المساعدات جاء في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية كما تحرص وزارة الداخلية على مساندة المفرج عنهم وأسر النزلاء بمساعدتهم في إنشاء مشاريع صغيرة إضافة إلى تلك المساعدات العينية بما يدر دخلا ثابتا عليهم عبدالله بركات التلفزيون المصري